حقائق موزعاء عادتها إلى الواجهة جريمة قتل 231 مدنيا من المخفين قسريا والذين دفنوا في كربلاء مؤخرا كوجبة جديدة من الذين قضوا نحبهم بحراب الميليشيات الطائفية جريمة قطعت خيط المسبحة لتتساقط حباتها واحدة تلو الأخرى وتفتح صفحة أخرى من سفر الألم العراقي العتيق في فصله المتعلق بالمفقودين والمغيبين تقارير لجنة حقوق الإنسان النيابية ذكرت أن ملف المغيبين بات يتضخب مع اكتشاف أعداد جديدة منهم بعد مرور خمس سنوات على اختطافهم مبينة أن هناك نحو 15 ألفا يقبعون في مخابئ سرية بينما أسرت منظمة هيومورايس ووتش أعدادهم إلى ما بين 250 ألفا إلى مليون مفقود أما مفوضية حقوق الإنسان فقد أقرت هي الأخرى بتغييب آلاف العراقيين الذين اختفوا أثناء مرورهم قرب مفارز أمنية تديرها ميليشيات مسلحة وقال نائب رئيس المفوضية علي مرز الجربة إن مصير تسعة ألاف مختطف مسجلين لديها رسميا من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لا يزال مجهولا لافتا إلى أن معلوماتهم تشير إلى أن أغلبهم محتجزون لدى ميليشيات الحشد الجثث التي تم العثور عليها في باب ليست مجهولة هذا ما أكده المرصد العراقي لحقوق الإنسان والذي تحدث عن عمليات إبادة جماعية جرت في مناطق جنوبي بغداد رغم تصريحات المسؤولين التي تحاول تسويف القضية وتبسيطها المرصد أبدى استغرابه من الكافية التي تمكن بها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من معرفة أن هذه الجثث تعود لحوادث متفرقة لا علاقة لها بخلفيات طائفية دون إجراء أي تحقيق في دليل على رغبة السطة وتجارها بالتغطية على الجريمة والتستر عليها فلكل شيء بحساباتهم ثمن حتى الدم البريء عمليات الإخفاء القصري وما رافقها من إهانة وتعذيب وتنكيل ثم اغتيال ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على وفق ما أكده حقوقيون لكنها لا تجد من يطالب بها لا سيما من نواب المحافظات التي نكبت بأبنائها بل بات البعض منهم يلعب دورا مخزيا في التغطية على الجريمة بالتماهي مع الحكومة التي تلتزم الصمت وتلعب دور المساعد في تغييب الحقائق ومساندة مرتكبية الانتهاكات على التمادي أكثر آخرون لعبوا على وتر تخويف الناس من المطالبة بكشف هويات الضحايا والجنات سياسة ترهيب يراد منها منع الناس من المطالبة بحقوقهم والوصول إلى الحقيقة التي ستكشف يوما لتسقط ورقة التوت عن العصابات التي تتقاسم حكم العراق والتي ستنال قصاصها العادل طال الزمان أو قصر ترجمة نانسي قنقر